أحصت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية عدد تجار المخدرات ومتعاطيها الذين ألقي القبض عليهم خلال عام ونصف العام فيما أشارت إلى رفع مقترح لتشديد العقوبات النافذة بحق المتعاطين وأكد العقيدة بلا صبحي في تصريح صحفي أن هناك عقوبات بحق متعاطي وتجار المخدرات تصل إلى الأعدام لمن يستورد ويصنع المخدرات ومن يتاجر بها فعقوبته تتراوح بين المؤبد والمؤقت إضافة إلى عقوبات للمتعاطين تتراوح بين السنة وثلاث سنوات بحسب حكم القضاء مضيفا أن هناك مقترحة لزيادة العقوبة بحق المتعاطين